اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قناة نقاط على صفير الزينة النار دا نتكلم عن البنجر واهمية تقديمه لطيور الزينة ابقى معنا بنقدم البنجر لطيور الزينة لعدة اسباب منه ان البنجر فاتح للشهية بالنسبة للطيور ومجدد لمحتويات الدم لما يحتويه من عنصر الحديد كمان بيزاعد على تحسين اداء الجهاز التنفس لطيور الزينة وبيعالج امراض الجهاز الهضمي خاصة الامساك والاسهال لاحتواء على الالياف الغزائي البنجر مفيد جدا لنمو الريش وبيزيده من البريق واللمعان وبينشط الهرمونات والغذة المسؤولة عن التكاثر لان البنجر بيحتوي على السيلينيام كمان بيقط طيور من نزلات البرد وبيقلل من اجهادهم الحرارة في فاصل الصيف مفيد جدا في مشكلة السمنة او التليس او التشحيم لانه بيقدم سعرات حرارية اقل من اي تغذية وبيساعد الاناس على تكوين عن قوض البيض وبيساعد الزكور على التكاثر بيحتوى على الالياف الغزائية بتساعد الطيور على عملية الهضم كمان البنجر بنقدمه الاحتواء على عديد من الاملاح والفيتامينات والمعادن منها الكالسيوم والماغنيسيوم والنحاس والفوسفات والمانجنيز والزنك والحديد والبوتاسيوم والسيلينيام اللي هو محفز مش هتندم لو قدمت البنجر لتوري الزينة بيقدم بعد غسله غسل كويس جدا ويقسم الى شرايح توضع بين قطبان الافس او يتم بشره ويقدم منفصل مبشور او يتم تقليبه مع مبشور البيض بالبقسمات دي عناصر غزائية او وقبة غزائية كاملة جدا لطيور الزينة مفيد كمان في حالة وجود الفروخ لانه بيساعد الزاكر على تأكيل عدد اكبر من الفروخ وبيقلل من الاجهاد اللي بيتعرض له الزاكر اناكل الفروخ اه حبوب فقط انعجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك واشتراك في القناة